لو واحد مضغطش بالشكل المناسب خلاص الراجل جيه عليه فدي عملية الضغط دي عملية في غاية الاهمية الحاجة التانية وهي انه في المؤتمر يقولون ان الادر الاهلي يعني قوي دفاعيا لأ احنا عايزين نادر الاهلي قوي دفاعيا وهجوميا النهاردة انا تقوى هجوميا لأ احنا وضيعناش فرص كتير النهاردة زي ما تشي ودي دجلة ودي دجلة ما شاء الله خلي بالك خلي بالك يعني احنا مندردش مع بعض انا بقول ان احنا دفاعيا كارقام كارقام بس لكن على الوقت وهجوميا كارقام مش هايشين كل عمرنا كده ولكن كاداء واحنا شايفين احنا انت ناس متخصصة ناس مهنية يعني في اخطاء طبعا المؤشر الاداء ده بيبقى مؤشر اه يعني مؤشر مؤشر بتلعب فريق كبير اه المواسم اللي فاتت انتجاجة يجي فيك كام جهول هتبص تلاقي في الموسم كله بيجي لك ست جوال ست ست تجوال انت على مال تاريخ القوة الدفاعية بتاعتك وسط الملعب والمهاجمين انت اعلى فرقة بتجيب اهداف واقل فرقة بيجي فيها هداف فانا مش عايز النغمة اللي بتقول ان انا لا انا قاوة دفاعيا لا انا قاوة دفاعيا ووسط وهجوم ما ينفعش ان انا اقول ان انا وسط لا يا اخوانا النادل الالي وانا بتفرج عليه كل ثانية مشاكل خطورة اوفر شوطة ضربة اه ماربا العادل اللي متمرر مع كابتن عادل اللي بحظه ايه ما هي ما هي المطعة في كرة القدم انك بتمتع الناس بتتمتعهم عن طريق ايه الجمهور بقول ها على ايه انك انت بتشيل هدف في جولك او انك انت بتجيب جول او بتعمل خطورة هي دي الجمال الكورة انما ان الكورة في وسط الملعب عمالة تتنقل ولا اي مطعة فاحنا اقوية دفاعيا واقوية هجوميا ولازم يبقى عارفين القصة ديت لانه اه النادي الاهلي النادي كبير والنادي عظيم ولازم اه المردود صحيح يبقى اه قوي وان شاء الله من ماتش كان بقى لالجمهور يرجع الناس المجهدين يبتدوا اه تب كلمة عشان الجمهور بقى لان اه مهم او في موات مونة دواج Relations شك่و هشيين taped قل شكرا mil